وأيضاً بينضم إلينا الأستاذ حسن تورك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي ألم بيك وفي إطار زيارة الرئيس السيسي المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر أول في موعد أذان المغرب يعني من وجهة نظرك دلالة التوقيت وحرص الرئيس على الاطمئنان على انتظام صير العمل طبعاً حاجة كويسة جداً بكفرح الشعب المصري أن سيادة مهتمة بشكل كبير منتبت العمل بنفسه واللي يتمنى عليه دليل على أن سيادة الرئيس قريب جداً من أبنائه ويشعر به أن تناول الإسرار مع أبنائه من الزباط الصف وتركه إسراته أثناء تناول الإسرار دليل أيضاً على أن رئيس نجح في جعل الشعب المصري يتجمع على قلب رجل واحد في مواجهة الإرهاب وأن في رفل قسم مدينة نصر نموذة مصغرة لقراءة ما يدور على عقل الرجل المصري والشارع المصري الذي إعادة الهيمنة العقلة وجعل الجميع سواء الشارع أو الأجهزة المعنية ومكفحة الإرهاب مجتنعة تماماً أن مصر تمر بمرحلة خطرة وأن الوازع الوطني تغلب في النهاية وانتصر والإنقاذ مصر المخطط سرير كان يراجع أن يحاكى بها والحمد لله الآن دليل نجاح الكيادة المصرية في القضاء الكامل على الإرهاب وقطع المصرر التموير وبذلك أيضاً أننا والحمد لله لم نسمع عن عمليات إرهابية منذ فترة يؤكد أن الرئيس على ثواب وأن هناك دولة أصبحت نموذة يحتزى به وأن هناك دولة دولة كثيرة أصبحت تستحين بالتجربة المصرية وبالخبرة في السرطة المصرية وتأتي لتعليم الكيادة المصرية والسرطة المصرية ليه يستفيدوا من التجربة المصرية بجانب أن يرى دليل على أن سيارة الرئيس يريد أن يتأكد بنفسه على سر العمل الآن كما قام منذ أيام بزرعة الأكنية الخاصة بالجيس وإشتاره أيضاً مع زباط وظنوط وزباط السرطة بالجيس يقوم اليوم بزرعة مصرية لأبناء في زرعة الداخلية ليتأكد بنفسه على أمن وأمان المواطن المصري بجانب أن سيارة الرئيس اليوم يجب أن تكون نموذجاً يحتاج به لجميع قيادات الدولة لمتابعة العمل والخروج من مكاتبهم والنزول للشارع لمتابعة سير العمليات الإدارية طلهم في مكانه بيارة الرئيس الليلة بكش مديد نفسه تؤكد على أن مصلحة المواطن والوطن في قلب وعقل سيارة الرئيس على التحقيق صحيح يعني حرص الرئيس على تناول وجبة الإفطار مع الضباط والأفراد وتوجيه التحية لهم على ما يبدلونهم من جهد في سبيل الوطن من خلال هذه التحية التي وجهها لهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كيف تنعكس هذه الرسائل يعني على الحماسة الموجودة لدى من يعملون على الأمن في مصر في مكافأة كبيرة من نسيات الرئيس أنه هو بينزل معاهم ويشاركهم حياتهم بعد من الحمد لله السمين اللي فاتت دي قدرنا نقضي على الإرهاب فديه بمصابة مكافأة ويزالين نحن على النجاح أنه هو بإذن نجاحنا الحمد لله بفضل مجهودكم والتحيات الصهر الليالي اللي بتعب فيه الشرطة المصرية لإعادة الأمن بعد ما كان يرد المصر أن تذهب إلى غياب السريع فالحمد لله الأمن أمن مستطب الحمد لله الشكرات أمن ثابت جدا جدا الجرائم قلت جدا ما فيش أي حاجة خالص في مناخ المصر من الجرائم الإرهابية أو فكر إرهابي هم قادوا على كل الأفكار الإرهابية وقادوا على كل ما سابق السموين فكان مكافأة لهم أن يشارك الرئيس بيحضر معهم احتفال بالقضاء على الإرهاب احتفال بإنته تعبته إن شاء الله دلوقتي اللي جاي أفضل والحياة في مصر هتبقى حاجة تانية جمهورية جيدة خالص احنا شايفين التكنولوجيا اللي حشر الثمان في الشرطة المدراسي ممكن استفاج الرقم القومي والبشهور من عربيات موجودة متنقلة ومن أي حزن تحتخدم الإرهابات كلها فأتي فيه تطور جامد جدا جدا في الحياة بعد ما اختبت بالأمن في الحياة الخدمية والشغيل المدني وراحة جمزة جدا للشعب المصري وهي دي يعني مثابت يعني مكافأة ليهم وتعبير منتو تعبتو احنا معاكم وكمان في نفس الوقت بيدنا مجزة لكل الكادات الثانية اللي تكون بالتفتيش على الوحدات لأن دي تأكد على النجاح بصري العمل والحمد لله كان كل في حالة استعداد وشفنا التطور وشفنا المزافة تطور حاجات جدا جدا مصر على جمهورية جديدة وحياة جديدة صحيح يعني لنا صعب مصر سعرنا بالأمان والاستهداء بعدنا ذات الرئيس دي نعم أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسن تورك رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي